ليس هناك هم إلا من وه وليس هناك توجع إلا من سوء ظن بالله ليه يا سيدي انتوا ما اسمعتوش ما اسمعتش ربك وبكلمك أليس الله بكاف عبده فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ما اسمعناش لكله وعشان كده هتسلم لما تحسن الظن بالله يا سيدي ومن السلامة إن الإنسان تعالا نشوف بقى عمص من عناصر السلامة اللي الناس ما بتتعملهاش إيه أكتر حاجة بتخلي الإنسان سالم مبدأ ومنهج رائع من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه فالإنسان لا يشغل نفسه بيه ما لا يعنيه وأنا كنت عملت بحث على أحبابي وعلى اللي بيعيشوا معايا فلاقيت حاجة غريبة قوي إن الناس ما بتعش إلا أربعة في المية من حاته وستة وتسعين في المية في حياة الناس بتعيش حياة الآخرين تتتبع أخبار الناس وتدمن سماع الأخبار السيئة ويا سلام بقى الوقت اللي بناخده عشان نحكم على حد شفت الحد ده أروح رايح فاتح صفحته وفاتح الأكون بتاعه وأبص على الأصدقاء مش بص على الأصدقاء بس أبص على الزكريات بتاعته وأخد قدي كده أنا كل حكاة بس عشان نحكم على حد خدت ثلاث ساعات طيب أنت عملت ده كله ليه المحتمال إن أنا أحتاج إن أنا أتعامل معاه يا الله للدرجات دي عمرك ضايع كده طيب وده وتعمل لك جراح وعمل لك سؤزن وعمل لك خلل في حياتك وعمل لك كمان أزمة في إدارة وقتك بس هو عمل كده وعشان كده الناس عند انشغالها بما لا يعنيها ويتملي قلبه عقلها بالصدى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه وعشان كده من السلامة إنك ما تكونش مشغول بغيرك من السلامة إنك ما تكونش مشغول بغيرك وما تبقى حياتك كلها موقوفة عليه بس تنش إمتى بقى تكون سالم لما تنشغل بما أقامك الله فيه وعشان كده ما تبقاش مهتم بالسرسرة والكلام في الفضل والمليان من غير قيمة وزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلمنا مبدأ رائع في الحياة رحم اللهم رأى قال خيرا فغنم أو سكت فسلم فالسلامة يا سيدي في كلا الحالتين إذا قلت الخير أنت سالم لأن أنت حديث عاد بربك وإذا صمت فأنت سلمت سلمت من أن تغير فطرة ربك وزي ما السلامة واجب أننا نحن نحافظ عليها في زواتنا فكمان فالحفاظ عليها حق للناس واجب علينا ما ينفعش نفرط فيه وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بقى إزاي الناس تسلم مننا وقال ورح حطتها في بؤرة تعريف المسلم فقال المسلم من سلم الناس من اللسان هي ويادي وكان حضرت النبي بيعلمنا أننا نجعل الناس سالمين مش بس من فعلنا ولكن حتى من تفكرنا كمان لأن اللسان هو التعبير عن التفكير فواجب علينا أن يسلم الناس من سوء ظنوننا كمان وإيه اللي حصل كثير ما بيسلمش الناس من اتهامتنا اللي هي ما لهاش علاقة بالحقيقة ويسلموا كمان من الغيبة والنميمة ويسلموا من الوصمات زي واصمة العنوسة على سبيل المثال واصمة المطلقات على سبيل المثال واصمة كمان الناس اللي كمان ببساطة خالص مجهول النسب إن احنا بنوسمهم بأنهم أولاد زنا وده ما يرضيش ربنا ونزاك احنا قررنا إن احنا نوصف مجهول النسب بأنهم كريم النسب عشان نبطل الحكاية الوصمة دي يبقى لازم الناس كمان عشان يسلموا يسلموا كمان من أزاء كتر الانتقاد وكتر اللوم وكتر الشكوى ويسلموا من المقارنات وكمان واليد لازم يسلموا من كل ده ولازم بجد يسلم الناس من أزاء فعنا ويسلموا من استهلاكنا ليهم وابتزازنا العاطفي ليهم ويسلموا من العصبية اللي هي مبررة عندنا لكن هي بتأذي ويسلموا من إهماننا ليهم خاصة إهماننا لأهل بيتنا وولادنا وكسر خاطر المحتاج لينا وبعدين بنخزله ويسلموا من كمان من التعدي ويسلموا من من تدبير السوء ليهم اللي احنا بنسميه عشان نخلي اللفظ اللطيف نسميه الزنب لازم يسلم الناس من كل ده ولازم تعرف انه لو يسلم الناس من لسانك ويدك إلا مش هيحصل ده إلا إذا كنت انت من أصحاب التسليم انت عندك سلامة نفسية انك مسلم أمرك كله لله مش مصر ان انت كل حد يأذيك تتحول إلى مؤذي وبعدين تتصور ان انت ترجع بالسلامة وترجع تاني للإنسان الطيب فتأذي تأذي 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 وانت معتبر نفسك ان انت رد فعله ودوة الأذى اللي هم يستحقون لا يا سيدي لازم يسلم الناس من لسانك ويدك فتسلم وجهك لله سبحانه وتعالى